تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر التربية الاجتماعية والوطنية الجزء الثاني للصف الرابع الدرس الثاني من الوحدة الخامسة الاحترام الاحترام هو إحدى القيام الحميدة التي يتميز بها الإنسان ويظهرها تجاه شخص أو قيمة ما وهو يحتم أن تعامل الآخر بما تحب أن يعاملك به ومن أمثلته احترام الوالدين واحترام الكبير واحترام القوانين والأنظمة والتعليمات كيف يمكن أن أظهر قيمة الاحترام في حياتي؟ تتعدد مظاهر الاحترام التي يعد من يتمثلها شخصا محترما وفيما يأتي أبرز هذه المظاهر أولا احترام الوالدين أحترم والدي وأطيعهما مرضاة لله تعالى وشكرا لهما على تربيتهما ورعايتهما لي في صغري قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا صدق الله العظيم من صور احترام الوالدين واحد خفض الصوت في أثناء الحديث إليهما اثنان القيام بالأعمال التي يطلبانها ثلاثة الدعاء لهما بالرحمة عدد مظاهر أخرى لاحترام الوالدين ثانيا احترام الجار أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم بالإحسان إلى جاره بقوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه كيف تظهر احترامك لجارك تتعدد صور واحترام الجار وهذه بعضها واحد رد السلام عليه وإجابة دعوته لما لذلك من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة إثنان كف الأذى عنه فلا يجوز للجار أن يؤذي جاره سواء بإزعاجه بالأصوات العالية أو بسبه وشتمه ثلاثة تفقده وقضاء حوائجه باستمرار والسؤال عنه ومساعدته في حال القدرة على ذلك وتهنئته بالعيد وبأفراحه ومواساته في أحزانه ثالثا احترام المعلم يقضي المعلم وقتا طويلا في تحضير الدروس وتعليمها للطلبة ومن واجبنا رد الجميل باحترامه كأن نسلم عليه ونتلطف في مناداته ونخفض الصوت في أثناء الحديث إليه ونستمع إلى كل ما يقول نرى في الصورة مدرسة تقوم بآطاء الدرس للطلبة وهم يستمعون بإنصاط واحترام رابعا احترام القوانين والأنظمة يلتزم المواطن المنتمي إلى وطنه بالقوانين والأنظمة في مختلف شؤون حياته ويؤدي واجباته ومسؤولياته التي تنص عليها لأن هذه القوانين وضعت لحمايته والحفاظ عليه كيف تحترم الأنظمة في مدرستك؟ أنا مواطن أردني ومسؤوليات أخرى على الالتزام بالقوانين والأنظمة إلى ما يؤدي عدم احترام القانون خامسا احترام البيئة البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان بما تحتويه من مكونات وعلينا الحفاظ على نظافتها وترشيد استعمال الموارد المختلفة والمساهمة في توفير الماء وزراعة الأشجار لزيادة جمالها انظر الشكل الآتي ثم أجب عما يليه نرى في الصورة نشاط تطوعي لوعض التلاميذ يقومون بحفر التربة لغرس شتلات الأزهار أسئلة ماذا يفعل الطلاب في الصورة؟ أعطي أمثلة أخرى للحفاظ على البيئة نشاط شارك أنت وزملائك في حملة لتنظيف المدرسة والحي أو زراعة الأشجار في حديقة مدرستك الأسئلة صنف المواقف الآتية إلى سلوكات صحيحة أو خاطئة ألف رمي النفايات من نافذة السيارة في أثناء سيرها باء مشاركة الجيران مناسباتهم المختلفة جيم الالتزام بالقوانين والأنشطة دال احترام آراء الآخرين هاء المحافظة على ممتلكات المدرسة ومرافقها واو الإسراف في استخدام المياه والكهرباء إثنان كيف تظهر احترامك احترامك لكل من ألف والديك باء الجيران جيم القوانين والأنظمة دال البيئة ثلاثة اكتب رسالة إلى معلمك تعبر فيها عن احترامك وتقديرك له تم تم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما كنا ج ý سن ين قول قوس пал ل